اخيرا تم فك لغزي مثلث برمودا هل تتساءلون ما الذي حدث حقا بالمنطقة الغامضة من المحيط الاطلسي حيث اختفت الكثير من السفن والطائرات دون سابق انذار ولم يتمكن احد من معرفة السبب الحقيقي في هذا المصير المأسوي لقد اكد العالمان الاستراليان انهما قد عثرا على التفسير الذي يشرح الظاهر الغامضة لمثلث برمودا تأخذ هذه المنطقة شكل مثلث متساوص سقين وتقع بالمحيط الاطلسي بين جزر برمودا بيورتوريكو ومدينة ميامي بالولايات المتحدة الامريكية وقد تم اطلاق اسم مثلث برمودا على تلك المنطقة عام 1953 وذلك بقلم العديد من الكتاب والباحثين الذين نشروا عدة مقالات في مجلات مختلفة تتطرق الى مدى خطورة المنطقة تلك التي تسببت في اختفاء العديد من السفن والطائرات لقد اختفى ما يقارب الخمسين سفينة والعشرين طائرة عند مرورها من هذا المجال الخاص من المحيط الاطلسي ورغم انه يمكن تفسير اغلب هذه الاختفاءات الا ان هناك حالات تستعصي على الفهم والشرح وهو ما جعل الجدال يستمر بين من يعتقد بخطورة المنطقة ومن يشكك في مسؤوليتها عن هذه الحوادث لكن المثير في الامر ان العلمان الاستراليان جوزيف موناجي وديفيد مي اكدا قبل شهور انهما توصلا لتفسير منطقي لما يحدث في المثلث المرعب والذي بمقدوره ان يوقف هذا الكابوس الرهيب على اثر ذلك صرح العلمان ان السبب وراء اختفاء السفن والطائرات بالمنطقة يرجع الى كون هذه الاخيرة تعرف تكاثفا خطيرا للغازات خاصة غاز هايدرات الميثان ويؤدي هذا التكاثف الى تشكل فقاعات ضخمة تمنع السفن من ان تظل طافية فوق سطح البحر تتميز هذه المنطقة بوجود شقوق في قاع المحيط تسمح للميثان ان ينفجر في شكل فقاعات عملاقة تخل بتوازن السفن وتفقدها السيطرة تتوسع فقاعات الميثان هندسيا بحيث تفقد توازن اي سفينة تمر من منطقة الانفجار لتبتلعها المياه في الحال وتغرق بالتالي في قاع المحيط يبدو هذا التفسير منطقيا بالنسبة للسفن لكن ما الذي يحدث للطائرات عند مرورها بمثلث برمودة لقد اشار العلمان الى انه اذا كانت انفجارات الميثان ضخمة وهائلة فانها قادرة على الوصول لعلو شاهق فوق مستوى البحر لتبتلع بذلك الطائرات مهما بلغت قوتها